عقدة نقابة المهندسين بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع مؤتمر صحفي بعنوان إنجازات نقابة المهندسين لعام 2016 وأكد الطباع أنه النقابة قامت على خطة استراتيجية هدفها استثمار العلاقات في القطاعين العام والخاص لخلق فرص تدريبية وتشغيلية للمهندسين وخلال المؤتمر الصحفي إن عرض فيلم قصير بيحمل بطياته جملة من الإنجازات اللي عملت عليها النقابة وقدم أمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة عرض تقديمي ويلي شرح فيه بالأرقام والنسب آخر الأنشطة العلمية والمهنية اللي بتغطي كافة الجوانب الهندسية وأضاف أمين عام النقابة أنه النقابة تمكنت من إقرار نظام التأهيل والاعتماد المهني اللي بيعمل بشكل كبير على تطوير الإداء الهندسي وتقييم خبراتهم المهنية واختتم المؤتمر إعماله فتح باب النقاش والأسئلة من الحضور واللي كانت نتائجة إيجابية